أطلقت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة العيادة الطبية المتنقلة الأولى لخدمة وعلاج كبار السن وذلك بالتعاون مع كلية الطب في جامعات الشارقة تعد فئة كبار السن أكثر فئات المجتمع التي تحتاج للإهتمام والرعاية لما قدمته من إسهامات في خدمة المجتمع وبشكل كبير وفعال في بناء ماضينا العريق وحاضرنا المشرق ومن هذا المنطلق جاءت هذه الحافلة التي تسمى بالعيادة الطبية المتنقلة لتوفر بيئة مادية وصحية واجتماعية واقتصادية وحضارية مستدامة تتيح لكبار السن الاستفادة من مواردها بسهولة ويسر الغاية من هذه العيادة هو أن نصل إلى المرضى قبل أن نعمل التشخيص المبكر للأمراض بحيث أنه لا يصل المريض إلى المستشفى وهو متأخر وخاصة من الأمراض المزمنة مثل أمراض السكري وأمراض الربو وأمراض السراطرانات وبقية الأمراض بحيث نقدر أن نعمل على التشخيص المبكر وتقديم الرعاية المبدئية وبهذا سوف نقلل المضاعفات ونقلل أيضا الحالات التي تأتينا متأخرة دائرة الخدمات الاجتماعية وقعت مذكرة مع كلية الطب في جامعة الشارقة تنص على أن قيام الجامعة بتوفير العيادة المتنقلة والتي تتوفر فيها غرفة للنساء وأخرى للرجال كما تتوفر في العيادة العديد من الأجهزة الطبية كأجهزة الضغط وأجهزة لفحص السكر وأخرى لتخطيط القلب وغيرها من الأجهزة المهمة كما يتم توفير طبيب عام والممرض والمثقف الصحي العيادة المتنقلة الخاصة بجامعة الشارقة نعتبرتها شريك استراتيجي لتفعيل دور العيادة في إمارة الشارقة والجدير بالذكر أن نطلقها إن شاء الله ليس فقط في مدينة الشارقة نفسها ابتداء من الأسبوع القادم يكون لها تجوال في المدن التابعة للشارقة سواء كانت في المدن الشرقية أو الوسطى أو مدينة الحمرية المبادرة في منتهى الرقي والحس الإنساني اتجاه كبار السن ومما لا شك فيه أنهم يجدون كل الاهتمام والرعاية وكذلك المتابعة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لتوفير حياة أفضل لهم والحصول على رعاية طبية متميزة يحظى كبار السن في الإمارات بمكانة اجتماعية رفعة باعتبارهم جزءا مهما من البيئة الاجتماعية والثقافية لذا جاءت مبادرة العيادة الطبية المتنقلة لرعاية كبار السن وتحسين نوعية الحياة لهم لإخبار الدار لمياء المازمي الشارقة